أختم بمقولته التي عجبتني كثيرا في اليوم الثاني والختامي للندوة العلمية المتعلقة بالفنون في ضوء مقاصد يألم الشريعة والمقامة في مدينة اسطنبول أكمل العلماء والباحثون الجزء الثاني من هذه الندوة واليوم نحن بصادة الجلسة الأخيرة والختامية لهذه الندوة ويتضمن برنامج هذا اليوم الثاني محاضرات قيمة تتطرق عموما لمجالات مختلفة من الفن اختتاما بدور الفن في ترسيخ الإيمان ودارت جلسات هذا الجزء حول فن الكلمة وأنواعها الأدبية من شعر ونثر وأثرها في ترقية الإيمان وبناء النفس والتعبير عن المستوى الحضاري للأمة أفرادا وجماعات أما التهذيب فلا شك أن الشعر إذ يتناول بأسلوبها الرائق الممتع ألوانا من المواقف النبيلة والقيم الإنسانية الشريفة يتغلغل أثره في النفوس فيفيض منه عليها مشاعر كريمة وأشواق نبيلة إلى نمط من الحياة الفردية أو الاجتماعية أو الحضارية تستأنس به الفطر السليمة وتطيب به الحياة البشرية وركز الباحثون على قضية المسرح والتمثيل والعلاقة بين مؤدى الحركات والإيماءات والمواقف النفسية التي تتركها في نفس المتلقي ثم أشاروا إلى مواقف العلماء المتأخرين من هذه الفنون الطارئة على الأمة مبينين حكمها الشرعي ومرتكزات استنباط الأحكام المتعلقة بها وأن الفنون جائزة شرعا مدام التلبي من حاجيات الإنسان من جهة وكذلك من التحسينيات مدام الفن يهدف يهذب الزوق ويحقق الجمال ويسمو بالإنسان ويحسن سلوكه وبالتالي فهو ليس ضرورة من ضرورة الحياة الخمس لكنه يدور بين التحسين والحاجي وخرجت الندوة بتصور شامل عن الفنون أمل المشاركون أن يكون نبراسا للمشتغلين في هذا المجال كي تؤدي رسائلهم الفنية قيمها الإسلامية نحن تندين في هذه الندوة علماء في المقاصد الشرعية وعلماء في الفنون والأداب والإعلام من أجل إحداث مقاربة علمية موضوعية مشتركة كيف يمكن للمقاصد أن تقوي الفنون وكيف يمكن للفنون أن تقوي المقاصد ضمن علاقة ثنائية وتركيب علمي موضوعي يهدف إلى أقدار مهمة في هذا الصدد الفنون بأنواعها من رسم وتمثيل وتصوير وعمارة ولغة رسالة سامية إذا أضطرت بضوابط الشريعة وحققت مقاصدها هذا ما قاله العلماء والباحثون المشاركون في هذه الندوة لقناة الرافدين الفضائية من مدينة اسطنبول فاروق شريف